عزيزي طلب الطلبات السنوية العامة أهلاً لكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى صباح الخير على كل مدرسينا اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظاتهم حتى نرتكب البرنامج وندنه من الكمال النهاردة طبعاً في الحلقة رقم 58 ومعنا ريفيجن على اللغة الإنجليزية على أول ثلاث وحدات من المنهج المكرر على الصف الثالث سنوي ويكون في ضيفتنا مستر خالد عطي صباح الخير مصر صباح الخير مصر محمد زي حضرتك صباح الخير على مصر كلها وعلى كل زمائلنا مدرسين لغة الإنجليزية الأفاضل صباح الخير على كل طلابنا والطلابي طبعاً بصفة خاصة صباح الخير والتفائل والأمل وإن شاء الله خير زروف تعدي على مصر بإذن الله ونتمنى أن يا جماعة كل بس يلتزم كده إجراءات الوقاية إن شاء الله وإن شاء الله خير مفيش حاجة أهم حاجة بس أنا عايز أقول الطلاب بتوعنا بتوع تالتها سنوية افصل نفسك ويعزن نفسك عن الكلام ده خالص يعني ديور باستكراكة هوم تعمل اللي عليك إنت متعودش ليك دعب أي حاجة بتحصل إنت كل اللي عليك دلوقتي إن إنت تذاكر وتعمل اللي عليك بس وإن شاء الله أكيد ربنا هيقدر جهدك دوات وكل الوزارة بتراعي الظروف دي كلها وإن شاء الله نتمنى بإذن الله والله هو أعلم إن إنت حنا تبقى في مستوى الطالب المتوسط وربنا يوفق الجميع إن شاء الله لما فيه الخير إن شاء الله جماعة النهاردة هنبدأ مراجعة كده على أول 3 units لأن إحنا مش عارفين النظام إيه طبعا لسه فقلنا بس نحاول نعمل أي حاجة كده مساعدة يعني وسيلة مساعدة فهنراجع النهاردة أول 3 units بس معلش أنا هاعتمد إن إنتوا عندكم فكرة عن الموضوع مشروح لنا قبل كده 3 units فهبقى إيه يعني أسرع شوية طبعا لإيه اللي ديق برضو مساحت الوقت وكده فيدوب عشان نلحق نخلص فيريد بس نقلمنا كده معنا نجهز قلم ورقة كده ونركز وإحنا هنحاول نركز طبعا المخرج الفاضل القدير طبعا هيركزين على الورق أكتر تمام بحيث الجمل تبقى واضحة لطلبنا كلها ونحاول نستفيد كده إن شاء الله نستفيد حتى 20 أو 30% إنت برضو كذبان وربنا وفقنا وفقكم إن شاء الله يلا بقى نبدأ نبدأ صحيم بقى جماعة كده بسم الله الرحمن الرحيم نستاذ المخرج يجيب لنا بيت جرامبروان أيها بالزبط كده زي ما انتوا شايفين على البورد كده إن شاء الله مكتوب الريفجن الأولى أول ثري يونيت أول يونيت بيتكلم على التنسد التنسد يا جماعة اللي هي الأذمنة أول زمن بسيط أول خدنا من ابتداي وإعدادي وسنوي اسمه باص سيمبل تنس الماضي البسيط إحنا عارفين الفعل ليه كم تصريف ثلاث بالزبط الباص سيمبل هو التصريف الكام التاني يعني بدل هاد هاد جو وينت وهكذا ده الباص سيمبل يبقى الباص سيمبل هو التصريف الكام التاني تعال نشوف مكتوب إيه كده لو قرينا قدامنا مكتوب في الورق كلمات دل على الزمن اقراها كده بعنيك yesterday ago last in the past once إن وأي past time والله لو لقينا كلمة من دول بنعرف إن الزمن ده past simple لكن طبعا هو وجودهم الشرط يعني أنت عارف إنه ممكن يبقى فيه جمال past ما فيهاش الكلمات دي هو اسمه past ماضي يبقى بيعبر عن إيه لو قرينا كده يعبر عن حدث انتهى في الإيه خلاص حدث انتهى وملوش قصة زي إيه أول جملة أنا طبعا عمل لك الجملة خلي بالك عمل لك القاعدة على الشمال كده والجملة قصدة شغل عينيك بقى ودنك معي لو سمحت أهو يعبر عن حدث انتهى بص قصدة أنا رحت المتحف ده أو زورت المتحف ده في سنة كذا خلاص حاجة حصلت وإيه وخلصت تمام؟ بيعبر عن كمان حاجة اسمها إيه نيرة ثانية واحدة past habits عدد في الماضي زي when I was young I always played a lot لما كنت صغير كنت دايما إيه ما قضيها لعبية خلي بالك صحيح في كلمة always تمام؟ لكن يجوز استعمال كلمة always مع الباست سيمبل bleed عشان لو ليك تعليق تقول دي always بتدل على present أنا معاك اللي هو بالبلد يبقولي أنا كنت دايما بعمل كذا I always visited my uncle كنت دايما بزور جدي كنت دايما بزور عمي وهكذا يبقى إذن always مع past ما فهاش أي مشكلة بص برضو الجملة اللي تحتيها when I was in alex I swam every day صحيح يا everyday من كلمات البريزن سيمبل بس دي بتدل على past habit وبالتالي يجوز استعمال كلمة إيه swim second conjugation أو التصريف الإيه التاني يعني مولش I swim every day مش هينفع لأن في when I was young when I was Alex طيب تالت نقطة أستعملها يا جماعة when I have some successive actions أحداث متتالية كده بص يعني متتالية لو قرنا أول جملة when we saw the hotel we knew it was great لما شفنا الفندق عرفنا أنه مكان جميل جدا تقريبا at the same time أول ما شفت الفندق أدركت وانواقف أنه مكان جميل بص تاني جملة I feel like I broke my leg أنا وقعت ورجليك كسرت خلاص أحداث متتالية يعني ما عندناش فرق زمني كبير بين الأحداث تالت نقطة ودي قاعدة قديمة من أيام إعدادي برضو عادة في الباست ولا تحدث الآن باست هدت اللي هي قاعدة اسمها يوز دي إيه لو إحنا فاكرين أيوة يوز دي تو بيجي ورها infinitive تمام فلو قرينا كده أحمد يوز دي تو سموك but now he doesn't ولا don't لا هي بتاخد داز يبقى he doesn't تمام يبقى يوز دي تو بتيجي ورها إيه infinitive لكن بص تحتها لو عايزا فيها لم يعتاد على كتبنا عمري didn't use to get up early هي الغلطة هنا بتبقى حاجة بسيطة قوي لسانك وعنيك واغدين على يوز دي تو فما تقولهاش didn't يوز دي تو لأ طالما في دي 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 انت أكيد طبعا فاهم طال الثالثة سنوي ان هي بيجي وراءة infinitive يبقى ديد انت ايه use وهكذا السؤال ديد مع use برضو مهم بس ما ننساش ان مع sense purpose أفعال الحواس والشعور والإدراك والكلام ده لازم تتحط دايما في التصريف الكامي أولادنا التاني بالظبط pass simple لو قرينا number one when I visited her she was seeming ولا had seemed ولا seemed ill لأ مكتوبة عندك شي ايه she seemed ill فما ننساش بقى taste taste يتذوق here see يرى كل الحاجات دي لازم في التصريف التاني يعني أنا عارف ان البص ده حاجة بسيطة وهو أهم حاجة نحل عليه تعال بقى كده نشوف ايه موضوع الحل ده سوا طيب احنا ببيجي 2 كده تمام نبص على number one ها مكتوب ايه تعال نقرأ سوا when I lived in London I threw the park every day أحاول أفهمها كده لما عشت في لندن كنت بقى تماشى في الpark every day خلي بالك بقى ما تنخدعش صحيح every day بتدل على present يعني أخد وك الأولى لا بص كده when I lived lived دي زمانها ايه past simple طب عشان هي past يبقى لازم التصريف الكامل التاني اللي هي أنهي بقى واحدة walk was walked walked walks ها which one بالضبط number c walked خلي بالك اوعد بعض الناس بتفكر ازاي يقولك هي مش past ماضي نقول له يقولي طيب يبقى was walked ال past يا جماعة هو التصريف الكامل التاني هو ال past من walk ايه walked بالضبط without was ما نحطش معاها ايه was اكيه طب بص number two برضو دي من الجمل اللي بتخدع بعض الناس شوية I at the bank for two years when I was young لما كنت صغير اشتغلت في البنك ده سنتين معظم الناس هنا يا جماعة بتلمح كلمة for بص عندك كده I space at the bank for two years وبالتالي لما بيجي يقرى الاختيارات worked was worked work have worked فبيركز على هذا عشان عارف انه for was inso مثلا من زمان من كلمات البرزم بيرفكت اوكي تمشي اه بس ما ينفعش اقول when I was young لما كنت صغير لان هاف ووركت ده معناها something happened and steal هذا نفات شيء حصل ويستسى ليه ايه تأثير لكن خلي بالك هنا الجملة past simple عشان when I was young يبقى لازم تبقى تصريف كام بالضبط كده وبالتالي worked طيب number three he the report didn't he عاملها بقى هو هنا في صيغة question تاني طب فاكر didn't d بس تعملها لو الزمن ايه ها اسمع منك ايوة past simple تمام طب past فين الباست هنا read didn't read read او read was reading ها انهي واحدة طالما في did يبقى عايز الباست والماضي من كلمة read read هي بتكتب نفس الكلام بس بننطقها read اكيه اذا اللي جابة number c read طيب بص number four او عني غلط فيها بقى انا هسيبك انتوا تفكروا فيها انا هقراها بس معاك in 2010 my parents space in a small flat in the city center والله طالما 2010 بتدل على الباست يبقى هجيب التصريف الكام leaving leave or lived lived which one do you think انهي واحدة بقى c او d بالضبط قلنا ما نطلغبطش لان التصريف التاني مفوش وزوير يبقى هي الاجابة ايه lived بس بالضبط كده طب نشوف اخر جمل ليا number five my father meet with a football match two days ago اخر كلمة هنا اجو بتدل على الباست اللي هو التصريف التاني is taking has taken talk takes which one انا سايبك تفكر هي واحدة twin ولا wins ولا win ولا one بالضبط كده الاخيرة one طب نشوف اخر واحدة mother made me a cake ماما عملت لنا كيك ايه lemon بطعم اللامون بطعم اللامون زي ما بيقولوا بس عن كيك بطعم البرتقان بطعم اللامون وهكذا قلنا دايما افعال الحواس والشعور لو احنا فاكرين دايما في التصريف التالت ولا الرابع ايوه التاني بالضبط كده الناس صحية يبقى تيست ولا تيستد ولا وستيستنج ولا تيستنج تيستد نمبر بي تمام دا كان باختصار الباص سيمبل يمكن قلنا في عجالة لان معظمنا عارفو اللي اهم منه شوية بيجي ثري بقى باص كونتينيوس باص كونتينيوس اللي هو الماضي المستمر تكوينه زي ما خدنا زمان وزور وير بلاس جيران اور ذير ببلاس اي ني جي وزور ويرو الفعلي في اي ني جي كيه اهم حاجة هنا انه احنا بنترجم وزور ويرو اي ني جي نقولها بالعربي كان يعني كلمة كنت باكل كانوا نايمين هنعرف اهميتها اي يبقى تكوين الباص كونتينيوس وزور ويرو اي ني جي وز المفرد طبعا ويرلج طيب تعالا ناخد الكلمات اللي بتدل عليه اقراها يلا بعنيك طب وإيه اللي سبيس النقط اللي معها دي يعني يسر دي موننج يسر دي ات فايف اكي اي كلمات مع يسر دي يعني طيب بيعبر عن ايه نقرأ يعبر عن حدث كان مستمرا لفترة في الماضي حدث كان مستمر في الماضي زي لو انا سألتك وات ويري دوينج يا سادي امبرح كنت بتعمل ايه ايه الرد كده ده انا امبرح طول اليوم كنت بذاكر اوص كنت بذاكر فعايزك تعرف انه وزور ويرو اي نيجيب انترجمها ايه كان طب بص تاني جملة حدث قطع وحدث اخر انا اكشن انترابطت با انادر حدث كمستمر اللغة الحدث الاول انترابطت با انادر وان قطعوا حدث تاني زي نقرأ الجملة نفهم we were revising when lights went out كنا بنذاكر النور قطع يبقى الفرست اكشن هو studying عملية revising المراجعة وبعدين النور قطع ده اللي هو stop the first action وقف الحدث الاول ان النور قطع وين ودي يمكن قاعدة قديما تعرفها while وين انو وين preceded by pass continuous بيجيب لا pass continuous وfollowed by pass symbol بعدها بص send عكس while لكن في ملحوظة بص مكتوبة while يتبعها ها مكتوب ايه اي اني جيب الظبط لو مفيش عندي subject فاعل ده معنى لو قرينا الجملة number three we were revising في وي فاعل لكن بص هنا while مفيش بعدها subject فنقول while ايه revising بالظبط كده while coming the lights went out مهمة دي طبعا if you have two past actions that were continuous at the same time لو كان عندنا حدثين في نفس الوقت they must be past continuous لازم طالما كان مستمرين في وقت واحد يبقوا الاثنين وزوير وعين يجي زي ما قوليه ايرى while i was studying mother was cooking لما كنت بذاكر ماما كانت بتطبخ اركز برضو معاك على كلمة كانة هتعرف اهميتها لكن في بس اخر ملحوظة ان verb تبيع جماعة في ال past continuous بتستعمل وزوير بس بص كده while i was on holiday عامية many friends while or when i was on holiday طب ليه ما قلناش was being لا زي بالضبط اما قوليه لما كنت صغير بقول when i was young شو ان i was being when i was young وبالتالي برضو while i was ايه on holiday كي while i was in london لما كنت في london اهم من ده قلن نحل عليه حنجيب بقى بيجي وفور كلا سوا ونشوف ونشوف number one number one بيقولي space staying in england i learned to speak english تعلمت اتكلم انجلش وانا في انجلترا عندي during while as soon as until اكيد انت مطلقبط ما بين during while او محدد ان انت هتختار منهم تمام خلي بالك ما فيش subject ما فيش فعل يبقى الاجابة ايه while بالضبط pay attention خلي بالك بعض الطلبة فاكرة ان during followed by gerund بيجو رين جي لا during followed by noun بيجي بعدها يا جماعة noun بس يعقول during my stay in england during my stay at home يبقى ما ينفعش during staying يبقى while staying طيب نقرأ number two دي كلها على فكرة معظم الجمل دي جمل امتحانات سنوية عامة قديمة I can't answer your phone because I space a shower طيب حاول افهمها الاول انا مقدرتش ارد على تليفونك لاني كنت باخد shower بص هو صحيح مفيش هنا keywords كلمات بتدل على الزمن بس وحنا بنترجم دولتي قلت ايه كنت باخد shower بتاعي كنت قلنا لما نعوز كلمة كانة يبقى وزو ويرو اي نجي عشان كده الإجابة I have a shower I was having I had a shower I will have a shower which one ها بالضبط رقم C I was having a shower طيب number three what when I met you لما قبلتك كنت بتعمل ايه خلي بالك هي جملة ولا سؤال ايوا سؤال قبل وين باستي كنتينيوز يبقى رقم B where you doing او رقم C you were doing بس عشان صغيت سؤال يبقى B ولا C ها بص عندك كده بالضبط number B where you doing طيب نبص على four as as بمعنى وين as gonna was tired she fell asleep while TV هل في بعد while subject فاعل طف فاكر لو ما فيش فاعل بناخده وعلى فكرة بتبقى عارفين الجملة وبتغلطوا فيها فبيه attention يبقى خلوا بالكو لازم حد ينبهك ان ما فيش فاعل فبقى خلي بالك لان في المتحن ما فيش حد معاك had watched watched was watching watching قلنا ما فيش سبجك تفاعل فهنختار ايه ايوا number D watching تمام طيب نشوف 5 while I was doing my homework my mother lunch لما كنت بعمل واجب ماما كانت بتجهز الغداء cooked cooks was cooking cooking ها ايوا دول حدثين where continuous at the same time كانوا مستمرين في نفس الوقت في الماضي فعشان كده اجابتها رقم C my mother was cooking lunch تمام طيب طالب يسأل يقول ليه طب ما في قاعدة بتقول انه while ممكن تيبببص continuous was doing وبعدين بص simple cooked صح ممكن تبقى كوك ده قابس في الحالة دي بقى بدأ من تفاهم القاعدة معنا ان second action الطبخ ده انت الربط the first قطع الحدث الاولاني اللي هو المذاكرة وعمل واجب طب ايه الاعلاق مالهاش اي علاق تمام عشان كده اجابتها was cooking اخر واحدة while I at home a man knocked down the door واحد خبط على الباب وطلب مني مساعدة عايزه لما كنت في البيت فاكرين يا جماعة was aware بس عشان كده الاجابة while I was at home اكي طيب نشوف كده page 5 على unit 2 unit 2 يا جماعة او لسه سوري unit 1 برضو الباس بيرفكت ده يمكن اكثر شوية تكوينه ايه الماضي التام او الباس بيرفكت head plus bb head plus bb او زي ما احنا شايفين على البورد كده المخرج الفاضل جايب لنا page number 5 post perfect head plus bb امتى او الاول ايه الكلمات اللي بتدل على الزمن ده نقرأ كده فوق after as soon as before by the time وهكذا امتى نستعمله نقرأ حدثان وقع احدهما قبل الاخر في الماضي if you have to post actions one happened before the other لما يكون عندك حدثين في الماضي واحد قبل التاني the first action must be post perfect لازم الاولان يبقى هادوا ب b and the second is second conjugation والتصريف التاني هو عبارة عن الحدث التاني يعني حدثين نقرأ الجملة دي i found the book which i had lost نحاول نفهمها كده انا لقيت الكتاب اللي ضاع which one happened first يا طرق انهي حدث حصل الاول الكتاب ضاع ولا انت لقيته لا اكيد ضاع الاول عشان كده معمولة had lost first action جمل دي بتبقى رخمة بالذات لو ما فهاش كلمة بتدل على الزمن عايزة واحد واخد باله انه هنا فيه two actions الاول الكتاب ضاع فعملناها had to be b ثم وجدناه فعملنا found pass symbol اكي من ضمن بعض القواعد القديمة عندك مثلا after was soon as when followed by بيجي ورامي زي ما انت شايف had plus b وبعدين pass symbol وعكسهم before by the time when بيجي بعدهم pass symbol و had to be b طب دي وين موجودة في الاتنين عارف اللي يخصك في وين اهم حاجة في وين او في ال pass perfect ان الفرست action يبقى had to be b الحدث الاول دايما يبقى ايه had و be b ولو بصنا مثلا على اول جملة after جنة هدبليه دابيانو she helped her mother بعد ما جنة عزفت بيانو ساعدت مام يبقى دي had helped عشان افتر وبعدين pass symbol helped طب ننزل مثلا على اخر جملة بتاعوين كده when i reached the station the train had left لما وصلت المحطة القطر مش which action is the first انهي حدث هنا جماعة الاولين reached ولا had left اعرف منين اللي معمول هاد و بي بي هو الفرست اكشن فمعناها the train had left فرست القطر مش الاول عشان كده بص اكمل i missed it فاتني الايه القطر بالضبط من ضمن الملحوظات ان as soon as followed by بص سيمبل ممكن يبقى معها الحدثين بص سيمبل if we don't have a long period of time between two actions لو ما عندناش اولادنا فترة طويلة بين الايه الحدثين لو بصنا على الجملة as soon as we arrived at school the first lesson began او began وان رايد اول ما وصلت بدأت الحصة الاولى يبقى على طول حدث ورا حدث على طول until خلي بالك until لقل إلى واحدة والا ضب ال ايوا لقل Jewish وانطلغ بتبنا لها دي دي انت بعدها هاد طيب نشوف النقطة اللي بعدها after before عاملة زي while wind يتبعها ايه ايوة الجيران دول ing برضو if we don't have a subject لو ما عندناش فاعل طب ادينا مثال قدامك بصوا قدام الوراء على طول after مكتوب هاد ليفت سكول ولا ليفنج لا ليفنج شمعنا عشان ما فيه سبجك فاعل طب لو فيه after i تبقى هاد ليفت بقى عادي after leaving school i went to home طيب مهمة اول نقطة اللي جاية دي when ممكن يبقى بعدها past continuous او past perfect ماضي بسيط او ماضي ايه تام يعني ايه وفقا للمعنى بمعنى ايه طالب يقول دلوقتي وين ممكن يجو عراها وزو رايني جي او معاها وزو رايني جي ونفس الكلام هادو بي بي اعرف منين حد فاكر وزو رايني جي كنا بنترجمها ايب العربي من شوية كانت بالزبط كده طب والهادو بي بي بنترجمها ايه زي الباست had blade تساوي blade لعبة كمعنى يعني اما was playing كان يلعب طب بص على الجملة دي when i was praying i couldn't open the door انا مقدرت شافتح الباب لما ايه بقى صليت ولا كنت بصلي ما قادرت شافتح الباب عشان صليت ولا عشان كنت بصلي ايوه كنت بصلي عشان كده مكتوب ايه وين ايه was praying تمام طب بص تاني واحدة when i had passed my exams my parents were happy اهلي كانوا مفسوطين لما ايه نجحت يبقى had passed تمام having having مكتوب followed by bb هي شكلها غريب بس ايه كده قاعدتها بتقول كده يعني having taken the money بيجو راب بي بي من غير هاد ومن غير subject ولا ايه حاج having gone home بص الجملة having done my homework i went to bed كان في قاعدة كده اسمها no sooner ومعها ايه لو احنا فاكرين then وhardly when was scarce ly when بيساوها بس the most common one is no sooner اشهرهم يعني في الامتحانات no sooner than ولو انت فاكر كنا بنحفظها سوى كده ونقول فاعل had no sooner وي بي بي than و جملة قاعدتها بص كده ادي الفاعل ودي had ودي no sooner ودي بي بي ودي than و جملة لو قرناها i had no sooner graduated than i got a job طب نترجم هي معناها ايه افتر بعد ما اتخرقت لقيت وظيفة كويسة كي لكن if you start with no sooner لو بدأنا بيها it must be followed by had بييجي بعدها ايه had يبقى لو بدأنا بنوا سونار نيجيب بعدها had المسأل واضح انه sooner had share written اكي يمكن اهم حاجة ودي برضو ما سيحب اقولها لكم لازم تحل كتير يعني لو ذكرت بس مش هيمط ذاكر قليل وحل كتير الحل هو اللي يخليك تمام اكي نجرب نحل عليهم لسه يلينا هو احنا ببيجي 6 يلا ببيجي 6 اول جملة وده جملتين امتحانات اول اتنين وزمان تشايل having that shopping mother started to prepare lunch حد فاكر having اللي بمعنى افطر بييجي وراها ايه ايوا بي بي يبقى دو she did she does done ها ايوا done تمام طب نشوف number two لسه من من 3 ثواني قايلين ان سونار لو بدأنا بيها الكلام ييجي بعدها ايه حد فاكر طب ايقرى كده الاختيارات يمكن تفتكر had we here did we here we had here we did here طب نقرأ الجملة no sooner the noise than we rush to the spot يعني يا دوب اول ما سمعنا جرينا ها which one number ايه بالظبط سنونار فلو by had من ضمن الجملة الرخمة number three نقرأها we collected the fruit which from the tree يعني جمعنا ولمينا الفكه اللي وقعت من الشجر fall have fallen had fallen going to fall طب ودي انا اختارها بناءنا على ايه دي عايزة واحد عارف استخدام الباست بيرفكت جمعنا الفكهة اللي وقعت يبقى الاول الفكهة وقعت first action حدث اول اللي لازم يبقى had we be وبعد كده collected جمعناه فcollected موجود الباست سيمبل يبقى انا عايز الفيرست اكشن باست بيرفكت had fallen تمام طب number four i didn't see my friend i didn't see my friend when i arrived home he spaced out ما قابلت الصحبي لاني لما روحت كان مشي طب طالما كان مشي يبقى انا قابلته لابده ما لا ما قابلتوش يبقى مشي الاول وبدأ first action حدث اول يبقى ايوه had we be عشان كده had gone طب بص number five we arrived to have an hour late وصلنا متأخرين نصف ساعة ده فيلم have an hour early والفيلم بدأ بدري نصف ساعة هو مجرد وجود كلمة late متأخر معناها ان في حاجة انت اتأخرت عليها بدأت وبدأ دي بدأت يبقى first action حدث اول عشان كده تبقى الاجابة beginning begin have begun has begun which one ايوه number d بالضبط had begun نخلي بالنا بقى في number six buy ومعها past buy و past لازم نختار had و baby لما نلاقي buy و past في buy و future من نجدعى بيها لما نتكلم على buy و past had و baby عشان كده number six جابت هيبص في الاختيارات كده ما كملتش انت انا عارف had written تمام طيب نقرأ seven عندي بفور دي جملة اعدادية بعدها بصم بالرد يبقى بيجاب لها هادو بي تمام يبقى يعني اصبح مشهور اوي كاتب رواقي مشهور قبل اكتابة هذه القصة تمام بفور معروفة بيجاب وراء بص سيمبل يبقى ممكن روت بس خلي بالك ما فيش سبجيكت ما فيش فاعل قلنا لو ما فيش سبجيكت نختار ايه ايوا اي نجي صحيين الناس يبقى writing بي يبقى number eight بي طيب نشوف number nine لا انا سايبك انت هتحل لها مشهور اراه يلا i space home ها كمل ايوا فيها until قلنا until بيجي قبلها نافي بايه حد فاكر don't ولا doesn't ايوا ديد انت انا سمعك تمامي بقى ديد انت return اكي وكده خلص unit one هو طويل شوية معلش عذرني انا بقولهولك طبعا بسرعة على اساس عندك فكرة عشان نلحق نخلص three units اكي طيب unit two اكلم على present perfect present perfect يا جماعة اللي هو المضارع التام ايه تكوينه زي ما انت شايف have or has plus pb يبقى المضارع التام have or has plus pb الكلمات اللي بتدل عليه يمكن قديمة sense of or whatever والحاجات دي اهم حاجة النقطة اللي جاية دي بيعبر عن ايه something finished بتستيل هذا حدث انتهى بس لسه ليه تأثير في الحاضر يعني ايه نقرأ الجملة اللي قصدنا i can't phone my father مش عارف اكلم بابا ليه السبب i have lost my mobile phone اصل موبايل اضاع خلاص الشيء انته i have lost اصروا الحال ايه i can't phone ان انا مش قادر اطسر تمام يبا لما يكون عندك انتهى ابا السلسة ليه أثره لازم استعمل هاف وهازو بيبي نخلي بالنا لان الجملة ما بيجيش هنا فيها كلمات بتدل على الزمن كيه تمام طيب خليك معايا تاني كده يعني ايش انتهى وليه أثر كما اقول لك ما سنين why are you happy انت مبسوط ليه كده تقول لها pass my exam اصلي نجحت انت قلاص نجحت الاصر الحالي ان انت ايه مبسوط تمام طيب بيدل كمان على حدث بدأ ومازال مستنر زي لو واحد بيقول لي بتدرس بقالك قد ايه اقول له i have taught english for twenty five بقالي خمس وعشرين سنة معناها i started under my steel بدأت ولسه بدرس كيه وعندك استخدامات تانية مواقف وخبرات وحاجات بسيطة ممكن نقرها نيجي بقى النقطة مهمة اسمها have and has been have and has been اقرى بالانجليش سهلة ومعناها ايه went to a place and came back انك رحت مكان وقيت ورجعت يعني مثلا انا سافرت قبل كده مثلا لندن او ما قولي i have been to london معناها i went and came back لكن have and has gone بتساوي went to a place and hasn't come back yet or still on the way يا لسه مرجعش يا لسه في الطريق where is علي علي فين تقولي has gone to the market راح السوق معناها he hasn't come back انه لسه مرجعش طيب مهمة جدا الملحوظة دي يا جماعة اللي بالازرق مكتوب لاحظ هناك معايا كده جماعة الناس على الورق لاحظ انه مع المضارع نستخدم مضارع تام ومع الماضي ماضي تام فاكن لما كنا بنقول ولادنا فاكرين المضارع مع مضارع والماضي مع ماضي بمعنى بص على الأمثلة يلا عينك معايا he is happy ليه he has just passed his exam مبسوطة عشان ننجح ad is present معها present has passed لكن بص اللي تحتها he was happy ليه he had passed his exam يبقى خلي بالك فوق is معاها has لكن هنا ووز معاها had بالضبط وطبعا احنا عارفين قاعدة sent اللي بيجي قبلها present perfect ودايما نغلط في الجزء اللي بعدها معظمنا بيشوف sent يجيب هاف وهازو بيبي يا جماعة sent is followed by passed symbol بيجيب بعدها passed symbol التصريفي كان التاني بالضبط كيه بص الجملة انا مشغول من ساعة ما اشتغلت في المؤسسة دي sent قبلها هو have been وبعدها worked وكان في جملة اخيرة او قاعدة اخيرة لسنس لو احنا فاكرين بص مشي معا ايدي كده اتس ومدة وسنس وماضي فاكرينها اهو طب بدينا مثلا نحل افضل تعال بيجي we have a lot of food in the kitchen عندنا اكل كتير في المضخ ليه my mother to the shop عندي has never been has just gone has just been طب بما اني في اكلب اماما راحت ورجعت راحت ورجعت has never been عمرها ما راحت السوق ولا has just gone راحت ولسه ما جاتش ولا has just been ايوا has just been رقم c طب number two my father Ronald business trip to china three time last year خلي بالك بيقول بابا راح السين ثلاث مرات يبقى معناها هيو انت اندي كين باك راح ويه ورجع يبقى برضو اني واحدة بالضبط has been نمبر دي طب يقرب تالتة احمد his leg so he can't play football today مش قادر يلعب النهار دا ليه اصله اتعور في رجلي شيء تم وليه اثر لما يكون شيء تم وليه اثر قلنا have و has و baby hurt was hurting hurts has hurt ايوا اكيد has hurt طب number four what should i do number c اخر واحدة اخر واحدة تمام تنبؤ بدون دليل يعني ايه زي ما اقول مثلا بص الجملة i think i'll pass my exam with high marks ان شاء الله هنجح بمجموع عالي طب ما وما فيش دليل الزكر عشان كده بقول will كمان في اربع كلمات مشهورين او كنا حفظينهم لو احنا فاكرين اسمهم exhibit to think sure probably لو لدينا كلمة من دول بنختار دايما معها ايه will بص كده i'm sure publishers will reduce book prices اه هيخفضوا سعر الكتب طالما في sure اخد will وعندنا بقى حاجات بسيطة احنا عارفينها future fact quick decisions و offers العروض و threats و promise بتاخد will عندي نقطة تانية بتقول will be you ing امتى نقرأ كده للتعبير عن حدث هيستمر في وقت معين يعني tomorrow from 9 to 10 بكرة من 9 ل 10 i will be traveling i will be studying i will be watching the match يبقى will be you ing لما يكون عندي certain future time طيب will have u b وبتيجي كتير في الامتحانات نقرأ كده للتعبير عن حدث هيتم قبل وقت معين في المستقبل ودايما يولدنا معا كلمة يعني buy next week buy tomorrow morning buy your future will have u b في تكرة buy your future يعني will have u b طيب أمال إنت بقى going to أهم حاجة في going to لازم قبلها أمويز وارو وما تنساش اوعى تختار going to من غير أمويز وارو كي تعبر عن إيه لو أنت فاكر plan و decision و intention كنا حتى نقولي plan decide intended going to لما نلاقي كلمة من دول تمام؟ زي بص المثال كده أحمد is going to study the next year it's his plan intention أصلي إيه خطته أو ناوي على كده intention نواي going to كمان بتعبر على prediction with evidence تنبؤ قائم على دليل أو شيء على وشك الحدوث يعني زي إيه ما بص على الجملة سما لوكسساد شكلها زعلان أو ما تنبأ وقولي she going to لأ she is لازم she is going to cry دي شكلها طعيط بيسموه prediction with evidence تمام؟ watch out دايما watch out look out أي حاجة بمعنى حاسب واحترس معها going to برضو شيء على وشك الحدوث أمالي present continuous أهو أمويز وار وين جي أستعمله في إيه؟ في الarrangement arrangement في معنى أيوة ترتيبات بص كده we are having a party tomorrow it's arranged وما بيجيبش على فكرة present continuous مع going to ما تقلقش ما فيش لغبطة بينهم يفضلك present symbol اللي هو عادة verb plus is إمتى؟ فاكرة 4-5 كلمات كنا حافظينهم plane train film exam lesson طي ام تيبك؟ جداول الموعيد plane train film exam lesson عادة leaves وarrives takes off الكلمة اللي احنا عارفينها تمام؟ ده كده نحل عليه بسرعة الفيوتشر عشان ضيق الوقت بس number one احنا ببيجي تان buy 2030 will عندي buy your future حد يفكر buy your future will build jobs will be jobs available in Egypt will being have been will have been will which one؟ أيوة will have been رقم c عشان buy مع future يبقى will have وفي بي دي جمع الامتحانات خلي بالك number two he's based a doctor when he finishes all he's started this is his ايه بقى؟ plan بالظبط طب طالما في كلمة plan بنختار ايه؟ going to بالظبط يبقى c اكي؟ تمام؟ number three there is a good film to know it ده فيه فيلم حلو النهار ده I think فاكر expect think وشور probably بتاخد ايه؟ ها؟ going to finish would finish والفانش finishing ها؟ بالظبط see والفانش طب نقرى number four there are no clouds in the sky يعني السماء صفية I think very hot is is being would is going to be طب فيه think ايه واخد وال طب ما ما فيش وال فده يعتبر prediction with evening تمام؟ عشان كده اجابتها رقم دي is going to وموجودة جملة عندك في بيتج تمسك تاب اسمه الوركبوك لو عندك شك فيها طب ناخد number five لسه قائلين تاني buy your future by the end of the month ناخد ايه؟ نقرأ will have taken am taking take all my exams قلنا buy your future نختار ايه؟ ايه تمام will have taken number a طب number six I expect انا سامح حدي بقول لي ما تكملش expect وthink وشور بياخده ايه؟ will بالزبط يبقى will number c طب seven the train to Cairo برضو train ها؟ اه بس عايزة برضو يعني بص ما تتصرعش في موضوع ما تكملش لازم تقرأ الجملة اللي اخر اوكي؟ تمام would leave 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 is going to leave اكيد leaves رقم c number eight at one o'clock tomorrow يبدا certain future time وقت محدد في المستقبل هنستخدم في ايه؟ تمام will be eating رقم c اخر واحدة nine we are party on Saturday would you like to come؟ تحب تيجي معنا are having going to have will have we're having بدان تحب تيجي بقى دا لسه future يبقى يا اما ايه؟ يا اما بي طب ما ايه وبي واحد اه بس لو بصنا الرقم بي مفيش قبلها امويز وار عشان كده هختار are having number eight تمام؟ طيب حبينا برضو نحط كده دا في عجالة يعني unit one two three grammar بتاعهم عشان برضو نبقى لمينا بعض جزء من ال skills كده عملنا كده جزء صغير على translation انت عارف translation اولادنا بتبقى ايمة على بعض الاحداث الجارية من ضمن الاحداث الجارية مش حاجة من الاحداث الجارية بس انت بتأمن نفسك وتعرف بعض expressions كده تمام؟ من ضمن اولادنا بعض الاحداث الجارية نقرأ number one كده بتقول ايه؟ some serious epidemics have spread recently as coronavirus so we have to take the necessary precautions because prevention is better than cure طيب تعالا كده نمشي تاتا تاتا مع بعض كده some serious epidemics have spread recently حد يفتكر كلمة epidemics بمعنى؟ something like a disease شيء مرض كده خطير وباء تمام؟ طيب spread spread بمعنى؟ انتشرة تمام؟ خلي بالك احنا كنا قلنا يفضل البدء بالفعل إن أمكن فبص اول جزء كتبنا ايه؟ لقد انتشرت بعض الاوبئة الخطيرة مؤخرا اللي هي كلمة recently as coronavirus مثل virus كورونا تمام؟ دعا نكمل ياريت ما نبصش بس للعربي دلوقتي نخلينا في الايه سود ده we have to take the necessary precautions precautions كلمة مهمة أو لازم تكون عارفة بمعنى احتياطات اجراءات وقائية كيف؟ have to يعني must فبص كنا بن ايه؟ لذلك أو لذا يعني يفضل بدل كلمة نحن يجب دي هافتو لا اقول لا علينا لذلك علينا اتخاذ لاحتياطات اللازمة كمل بقى ليه؟ لان prevention is better than cure ده جملة قديمة كده معروفة طلابنا معظمهم معرفة اسمها الوقاية خير من الايه؟ من العلاج طبعا من ضمن برضو الأحداث الجارية من شهرين كده ولا حاجة كنا شوفنا عربيات وزارة الصحة دي منتشر عشان نكشف على الأمراض مبكرة واوة فعملنا جملة بتقول number two minister of health has launched great medical campaigns to care about Egyptians health and helped them discover any disease earlier طيب minister of education عارفينها تبقى على ورقة الامتحان وزارة التربية والتعليم minister of health بقى ليه وزارة الايه؟ ايوا هيلس الصحة يبقى وزارة الصحة has launched great medical campaigns كلمة مهمة فيه كلمات في السنة ولازم تكون عارفة زي campaign campaign بمعنى حملة بالضبط طب لو انا مش عارف launched campaign يعني ببقى اني عرفت ان دي حملة ودي وزارة يبقى الوزارة عملت حملة بس كلغة عربية ما ينفحش نقول حق عملت دي حاول تعمل صيغة لغة عربية سليمة فبص كتبنا ايه؟ لقد قامت وزارة الصحة بحملات طبية كبيرة قامت launch تمام؟ طيب نكمل to care about كلمة قديمة للاهتمام بيه معروفة اجابش انزهال اللي هي ايه؟ ايوة للاهتمام بصحة المصريين تمام؟ انزهال بذام discover اني this is earlier ومساعدتهم discover عارفينها بمعنى؟ ايوة اكتشاف كمل اي مرض مبكر سمعنا حاجة زي كده طيب تعالنا مثلا ناخد dialog كده عشان برضو نبقى حاولنا نغطي كل الاسئلة نشوف كده page 12 on page 12 ده متحان سنوية عامة 2006 لازم تقر طبعا الهيدلاين اللي فوق مكتوب a reporter and a professor are talking about a breast conference during a breast conference about a new drug drug يا جماعني medicine يعني اخترع دو جديد professor واستاذ كده في الجامعة اخترع دو يعني فمستضفينه فreporter المزيع بيقول له يا ريت ده نحاول نركز ايه هي الاجابات بالاحمر اكي اكي اه number one اه يا ريت بس يا جماعة كده احنا page 12 اكي لو المخرج الفاضل بس احنا page 12 12 فعشان يبقى ولادنا معانا كده page 12 تمام discussion او ال dialogue on page 12 تحان سنوية عامة 2006 موجود او السؤال reporter بيقول can i space please ممكن go ahead اتفضل يبقى كده هيقول له ممكن اسألك بعض الاسئلة اكي اسألك يعني بقى بالزبط can i ask you some questions فكتبنا كده وحاول تكتب اجابات بسيطة جدا لدى dialogue conversation سهلة محادثة قال له can this new drug prolong human life كلمة prolong معناها make life longer يطيل العمر بيقول له الدواء ده ممكن يطيل العمر قال له believe it can ممكن فسأله السؤال قال له of course and other further tests will be done soon اكيد وطبعا فيه لسه اختبارات اخرى يبقى هو هيقول له مثلا اختبرته الدواء ده اختبرته ده بسط فتنفع did you بس يفضل عشان لسه الاجراءات شغالة والاختبارات ان انا اعملها present perfect فتبقى have you tested it بص number two او did you tested it هتمشي برضو اكيد طي قال له حاجة في number three اخرها please قال له sorry it's a complex subject موضوع كبير it's hard to understand وصعب فهمه فممكن يكون طلب منه يقول له اديني فكرة عالموضوع فبصك ادبنا give us give us an idea please طب ما تدينا فكرة قال له can people buy the drug now طب هل ممكن الناس تشتري العقار ده دلوقتي او الدوة ده فقال له حاجة اخيرها for the public yet احنا عارفين يت دي بتيجي في نهاية الجملة المثبتة ولا المنفية بالضبط المنفية وبوبليك هنا معنى عامة الشعب للناس يبقى عايز اقول له مثلا ايه لا الناس ما تقدرش تشتريه مش متاح احنا عارفين متاح يعني ايه ها available بالضبط طب غير متاح بص كربنا ايه تيز انتظر بس كده مش متاح what about the side effects طب هو اصره الجانبية ايه قال له we hope it ممكن اقول مثلا it won't have it won't have any it won't have any يعني it won't have any side effects ان شاء الله ما يبقى لهش ايه اصر يعني رد في رقم 6 قال له will it be قال له noit will it be cheap لا لا هي بارخيص يبقى هو قال له هيبقى ايه غالق بالضبط يبقى will it be expensive تمام will it be expensive اكي عندنا translation طيب لو رجعنا لpage 11 لو رجعنا لpage 11 هناخد برضو سطر translation كده بسرعة في الديقى اللي فضله كده اكي number three بيقول there should be a comprehensive plan for developing education to catch up with advanced countries اكي عندنا دي جملة بتقول there should be a comprehensive plan نعارفين بلان يعني خطة طب developing education ليه ايه 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 تطوير التعليم comprehensive دي اكيد بقى صفة لكلمة بلان اكيد صفة كويسة يعني ممكن comprehensive دي اقول ايه خطة عظيمة خطة رائضة خطة هيلة اي حاجة بالمعنى ده طب بص احنا ترجمنا اول حتة ازاي يجب ان يكون هناك خطة شاملة comprehensive okay for developing education لتطوير التعليم to catch up with advanced countries or advanced countries let develop the countries اللي هي الدول الايه ايوة خلي بالك advanced الدول المتقدمة يبقى اكيد بقى catch up دي للحاق لمسايرة لمواكبة فكتبنا يجب ان يكون هناك خطة شاملة لتطوير التعليم لمواكبة الدول المتقدمة okay مش عارف عندنا وقت للجملة الاخيرة لأهم بيقولون لنا خلاص كده معلش انا عارف ان احنا كنا بقول الحاجة بسرعة اه فبنحاول نغطي لكم يعني اكبر قدر ممكن انتظرونا ان شاء الله الساعة 2 في حلقة كمانة النهاردة ان شاء الله الساعة 2 هنرجع التلاتين والتانين اشكركم وبالتوفيق يعني I hope you enjoy this episode thank you very much حالة جميلة جدا أتمنى ان يكون طلابنا كلهم استمتعوا بالحلقة معنا ونراهم ان شاء الله في الحلقة القادمة الساعة 2 ان شاء الله بذلك شكرا شكرا